ضياع 20% من الزراعات في المغرب بسبب الجفاف قال وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي يوم الثلاثاء 16 أبريل إن المساحة المزروعة في المغرب تراجعت ب31% حيث تمت زراعة 2.5 مليون هكتار مقارنة مع 4 ملايين هكتار في السنوات العادية وأوضح الوزير في جوابه عن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن مساحات المزروعة مضاعت بسبب الجفاف وهي تقدر بنحو 20% مشيرا إلى أن هناك مناطق لن تعرف أي إنتاج فلاحي بسبب الجفاف وأوضح تصديقي أن هذا الوضع له تأثير على وطيرة الزرع وخاصة الزراعات الخريفية مثل الحبوب والقطاني والأعلاف وكذلك على الغطاء النباتي للمراعي ومعدل ملء السدود منذ بداية الموسم مما أثر سلبا على المساحات الزراعية الخريفية وخاصة المتعلقة بالحبوب والاقطاني والأعلاف ورغم تهطل الأمطار خلال شهري مارس وفبراير الماضيين بمعدل 43 و93 ملمتر إلا أنها هند خصوصا مناطق شمال جبال الأطلس وواد أم الربيع وسينعكس ذلك إيجابا على القطاع الفلاحي في هذه المناطق وبلغ إجمالي مخزون السدود 31% مقارنة مع 32% العام الماضي ممن عكس على الحصة المائية بدوائر السقي الكبير ترجمة نانسي قنقر